نذهب في ملفنا الثالثة إلى تركيا التي تشهد انتخابات بلدية قد تكون التحدي الأكبر لحزب العدالة والتنمية الحاكم وللرئيس رجب طيب أردغان حيث أنها الاستحقاق السياسي الأول بعد تحول تركيا من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي كثير من الأتراك وفق استطلاعات الرأي يحملون الرئيس أردغان وحكومته المسؤولية عن الأوضاع الاقتصادية الصعبة بعد أن فقدت الليرة التركية 30% من قيمتها ارتفاع التضخم وصول البطالة إلى 12% ولأول مرة خلال 17 عاما قد يخسر حزب العدالة والتنمية بلديات مهمة كبلدية العاصمة أنقرة التي خسرها بالفعل وبلدية إزمير في حين أن المنافسة على أشدها حول بلدية إسطنبول ترجمة نانسي قنقر نتكلم في هذا الموضوع من إسطنبول السيد جواد جوكا المحلل السياسي ومن إسطنبول أيضا فائق بولوت الكاتب والمحلل السياسي أهلا بكم أضيفي الكريمين سيد جواد دعنا نبدأ من إسطنبول إن إسطنبول ستذهب لمن في الغالب لبن علي يلدريم ممثل حزب العدالة والتنمية رئيس الوزراء السابق أيضا هذا الرجل أما للمعارضة تحيات لك يا فالي ضيفكم ولمشاهدين الكرام أهلا بك المنافسة قوية جدا في الانتخابات في إسطنبول يعني كل حبس نفسه لأنه الآن 90% من الصناديق الاقتراع فتحوا 95% فتحوا والفارق بين حزب الشعب الجمهوري المعارض وبين الحكومة صار 0.7% يعني بصراحة مثلا 49% للحزب الحاكم 48 نقطة 30% للمعارضة يعني ولربما المعارضة تفوز في الانتخابات في إسطنبول لأنه قريب جدا هنا النقطة المهمة لجنة الانتخابات العليا قد وقفت اعتاء المعلومات والأرقام قبل 40 دقيقة لكن الآن فتحوا كان الفارق نقطتين أو أكثر الآن أقل من نقطة ولهذا السبب هناك أمل للمعارضة أن تفوز المعارضة في إسطنبول بالمنافسة قوية جدا كل ينظر إلى الشاشات في إسطنبول ولكن يعني فقط لنضع المشاهد في الصورة ما الذي يعنيه خسارة حزب العدالة والتنمية رجب طيب أردغاء الذي كان رئيسا لبلدية إسطنبول بالمناسبة ما الذي يعنيه لهم أن يخسروا بلدية إسطنبول طبعا من يكسب إسطنبول يعني يكسب تركيا بصراحة بهذه الأهمية تجربة سابقة موجودة أنا أظن أن ضيفكم أيضا يتفق معي إسطنبول أهم المدن هنا طبعا في أنقرة خسروا بصراحة الحكومة التركية أيضا في إسطنبول أيضا لأنه الشعب التركي زعلانين عن أداء الحكومة التركية في التضخم خاصة أوضاع الاقتصادية مشكلة جدا لكن لو خسروا إسطنبول معنى أنه إنهيار حزب العدالة والتنمية الحاكم ولربما انشقاقات ولربما انتخابات المبكرة هذه الانتخابات ليست محلية فقط بل أكثر من ذلك دعني أشرك السيد فائق أنه لهذه الدرجة إسطنبول قد تكون صفعة قوية لحزب العدالة والتنمية برئاسة أردغال يعني صفعة قوية جدا أولا شيء ثاني أنه أسطورة الحزب الذي لا يقهر قد انهارت هذه النقطة الثالثة إذا فقدت إسطنبول فقد الحزب الحاكم إسطنبول هذا يعني فقدت الموارد المالية جدا لأن إسطنبول معروفة أنه هي عاصمة التجارة والمالية وحتى المالية الدولية فلذلك مدينة استراتيجية حتى وانفاز حزب الحاكم هناك كبريات ممكن أن نقول أقضياء في إسطنبول هي في يد حزب المعارضة يعني ولكن اسمح لي كذلك النتائج العولية إلى الآن سيد فائق تشير إلى أن حزب العدالة والتنمية لم يخسر الانتخابات ولكنه خسر مدنان مهمة صح صح يعني هذه النتائج كذلك ولكن حزب الحاكم كان يريد يستولي أو يفوز مثلا مدينة أزمير مدينة دياربكر ومدينة برسو ومدينة والكسير يعني هذه الكبريات وحتى أسكيشاهير وما إلى ذلك وفقدت فهذه يعني أنه جماهير جماهير التركية قد لقنت درسا كبيرا جدا لحزب العدالة والتنمية لأننا نعرف أنه حتى مؤيدين من من المؤيدين لهذا الحزب قد امتنعوا بصورة يعني بالشكل آخر امتنعوا عن التصفيت وبالتالي فهذه طبعا أسبابها كثيرة جدا وهي أزمة الاقتصادية تهميش الآخرين أقصاء الآخرين حتى أزمة سياسية وأزمة دولية وما إلى ذلك وأزمة الحرب يعني فبالتالي أنا أعتقد أنه جماهير لقنت الدرس أولا ثاني يعني هذه الانتخابات تعني أيضا أنه قد تساعد على رفع معناوية المعارضة أولا بأول ثاني قد تمهد طريقا أخرى لممكن أن أقول لإثبات عدم شرعية هذا الحزب بهذا الشكل بهذا النظام نظام الرئاسي وما إلى ذلك سيدة جواد يعني في هذه النقطة أيضا أن حزب العدالة والتنمية ربما خسر مدنا مهمة تراجع بعض الشيء ولكن إلى الآن النتائج تعطيه أكثر من 52% فوزا في هذه الانتخابات طبعا أنا أعطيكم معلومة أخيرة بالنسبة لإستنبول 48 نقطة 95% للحزب الحاكم 48 نقطة 43% يعني أقل من 0.50% الآن الفارق في إستنبول لكن سيد لا لا مرة أخرى مرة أخرى لأنه ما تقول المدن الصغيرة ليست مهمة سيد جواد هذه نقطة مهمة الآن عن إستنبول فقط أعد لي هذه المعلومات ومصدرها مصدرها في إستنبول نعم مصدرها قنوات الحكومية التركية ووكالات الأنباء نادول 48 نقطة 95% لسيد بن علي يلدرم مرشح الحكومة 48 نقطة 43% للمعارضة علما أنه يعني الفرق الفرق أقل من أقل أقل من 70 هذه الأرقاب يعني الفرق أقل من نقطة 50 أقل من 0.50 بالضبط بالضبط نعم طيب أقل من نصف نقطة أقل من نصف نقطة تفضل نعم بالنتيج بالصراحة المدن الصغرى ليست مهمة المدن الصغرى ليست مهمة هنا لأنه مدن الكبرى شرق غربي تركيا بكاملها المدن الساحلية بكاملها وقعت في يد حزب المعارض نعم مدن أناظول الوسطى نعم بيد الحكومة التركية والشرقية تركيا بيد حزب الشعوب الديمقراطية طيب يعني ما الذي نعرفه الآن عن هذا التحالف تحالف الأمة الذي كما يقال أنه يلقر الآن حزب العدالة والتنمية تحالف الشعب درسا قاسيا يعني بصراحة لو كانت هناك وسائل الإعلام التركي لو كانوا حياديين لكانت المعارضة أنجح يعني أكثر أصواتا كانوا يكسبون بصراحة على المعارضة التركية أن لا يخالفون أردوغان في كل شيء أن يقدمون برامج ومشاريع جديدة إذا فازوا إذا كانوا ناجحين في تقديم الخدمات البلدية لأن الخدمات البلدية سلم للحكومة ولربما يفوزون في الانتخابات القادمة علما أنه أربع سنوات لا توجد انتخابات في تركيا لكن ولربما بعد هذه النتائج ممكن أن نرى انتخابات مبكرة في تركيا لأن تراجع أصوات حزب العدالة والتنمية انشقاقات ولربما محتملة في صفوف حزب العدالة والتنمية سيد فائق أيضا ما الذي نعرفه عن تحالف المعارضة الذي يتقدم الآن في بعض المناطق والمدن المهمة على حزب العدالة والتنمية وتحالفه تحالف الشاب من هي هذه الأحزاب الشخصيات التي فيها ومن تمثل يعني على كل حال هذا التحالف في تحالف المرئي ومعلن عنه في تحالف غير مري غير معلن مثلا معروف أنه حزبين أساسيين معارضين يعني هم تحالفها ولكن هنا حزب السعادة أيضا أنه يعتبر من التحالف ولكن لم ينضم إلى بعال فهناك حزب الشعوب للديمقراطية فهذا حزب أنه أثبت يعني بعد كل هذا قمع طمس وأنبطش وما إلى ذلك أثبت وجوده فأصبح أنه مفتاحا قويا جدا مستقبلا يعني من ألام فساعدا يعني ورقة قوية جدا في يد المعارضة أو مع المعارضة فهذا يعني أنه سوف يكون هناك زخمة أنا أقول للنضال أو من نجل من نجل ديمقراطية وحقوق الإنسان هل بأي شكل أو بآخر سيد بوليت هذه معناوية كبيرة نعم تحالف الأحزاب المعارضة يعني لديه أحزاب إسلامية أو لديه توجه إسلامي طبعا 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 يعني في حزب السعادة هو يعني معروف أنه يعني تقليديا حزب الإسلامي هناك جماعات إسلامية أيضا لم تتعب من حزب الحاكم فهناك بعض الجماعات أخرى أيضا ولو صغيرة هي تمثل الإسلامية جدا يعني حتى إسلام الحقيقي يعني تمثل الإسلام الحقيقي هناك أيضا محافظين يعني محافظين محافظين حتى القوبيين حتى منهم تورانيين هم مع حزب يعني مع تحالف المعارضة يعني تحالف المعارض وحزب الكردي معروف أيضا فلذلك هناك شخصيات كبيرة جدا يعني سواء هذه الشخصيات حتى يعني بعض العالميين هم يعني يتبنون يعني ممكن أن نقول رؤية الإسلامية وجد نظر الإسلامية ولكن معارضين حزب الحاكم أنا أشكرك جزيلا سيد فايق بوليت الكاتب والمحلل السياسي لا يتحمل الشكر أيضا لجواد جوكا المحلل السياسي من إسطنبول جواد في كلمة أخيرة أي جديد بخصوص المنافسة في إسطنبول منافسة الآن ممكننا أن نقول إسطنبول أيضا يخسرها الحزب الحاكم لأنه الفارق الآن 0.40 يعني صدقوني بعد تقايق ممكن أن تأتيكم معلومات جديدة أن حزب الحاكم أيضا قد خسر مدينة إسطنبول هذا كارث متأكيد عيننا على هذا الأمر ننتهي دقائق الأخيرة هنا نعم وطبعا إسطنبول هي مدينة مهمة بالنسبة لحزب العدالة والتنمية وصعد من خلالها الرئيس رجب طيب أردوان لعالم السياسة حيث كان حاكما لبلدية إسطنبول شكرا جزيلا ترجمة نانسي قنقر شكرا جزيلا